تراث الثقافي تراث رافدا للحراك التنموي المتغير بتغير المقاومات البنائية فيها تنمية المستدامة أو التراث الثقافي غير المادي يتقاطع في كثير من الأمور ولنعتقد أن متى ما وجدت الآليات والبرامج الصحيحة لتوظيف التراث الثقافي غير المادي في التنمية المستدامة أو مشاريع التنمية المستدامة راح ولا شك يحافظ ويساهم في عمليات صون التراث الثقافي غير المادي حلقة العمل الدولية في التراث الثقافي تتناول في طياتها أربعة محاور حول التجارب الدولية والمشروعات البحثية في التراث الثقافي والتنمية المستدامة ومسودة استراتيجية برنامج التراث الثقافي العماني بالنسبة للتنمية المستدامة والتراث الثقافي فهما عنصران متلازمان وفي السياق المعاصر يتطلب وجود استراتيجية متكاملة واضحة المعالم بحيث توحد الجهود القائمة في مجال إدارة التراث الثقافي الجانب الفني في التراث الثقافي يقوم بدور مهم في ترسيخ إنتاج البحوث العلمية وذلك من خلال تحويل المعلومات البحثية إلى أعمال درامية هذه الندوة كان هناك سؤال مهم جدا يطرح في حينه ماذا سيكون بعد هذه الندوة أولا ومن ثم ماذا سيحدث أيضا بعد أن يتم عملية أو أن تتم عملية البحث المستفيد في الجانب التراثي الثقافي من قبل الإخوة الأساتذة الباحثين المتخصصين هل سيتم حفظ كل تلك المواد التي سيتم جمعها سواء كانت منها المرئية أو المسموعة أو المكتوبة؟ وتشهد حلقة العمل الدولية للتراث الثقافي والتنمية المستدامة حضورا واسعا من الخبراء والمختصين في التراث والثقافة من داخل السلطنة وخارجها ربط التراث الثقافي بالتنمية المستدامة واستراتيجية برنامج التراث الثقافي العماني موضوع مهم تؤكده حلقة العمل الدولية من أجل المحافظة عليه للأجيال القادمة صالح بن حمد الحبسي مسقط